مؤلف العالمي مارشل جورد سميث مارشل جورد سميث قالت اكتابة ريگرز وهو اكبر كوتش بالعالم على مستوى مدراء الشركات وعباخرات العالم كان يقول يا ترى ان احنا كيف فينا نتغير شو الشي اللي بيغيرنا كم را احنا حطينا اهداف لحالنا انه بدنا نتغير منا وما قدنا نتغير فرحلة التغيير كم را حددت اهدافها وكم را نجحت ان تحقق هذه الاهداف التغير على مستوى العلم على مستوى انجاز شيء في حياتك على مستوى عمل تطوعي فهون بنجي اقترى ما الذي يمنعنا من التغيير حسب الكتاب بيقول لك هو انه دائما نحن في عنا قوة خارجية تمنعنا من التغيير وعنا كمان همة داخلية هي بتحفزنا او بتصبط لنا همتنا عن التغيير من الزمان كان يقول لنا انت مسير ولا مخير فهو عندك هل انت عندك قوة خارجية ولا عندك ما عندك همة ولا فيه همة ولا كيف فهل رسمي هاي اللي حرسمها انا عن الرمل منشوف نحن عاكان عمليا نحن في عنا حيارين انت اما ان تكون في عندك شاء الله ما تجي موجه وتروحها ايوه ما اجهت لعندا فاما ان تكون انت عندك قوة خارجية تمام هاي انكتو محارف الخاء او عندك عزيمة داخلية احنا بيكون عند الواحد عزيمة داخلية منخفضة وقوة خارجية منخفضة تمام فازا عنده قوة خارجية منخفضة ايوه خربطنا نبليش العيدة مرة تالية ازا نحن قلنا قوة داخلية وعزيمة خارجية حرجع شوية لهون الي كنصور فازا اننا نحن هون ازا في عندك انت يا اما قوة خارجية او داخلية هاي الارني انت عندك قوة خارجية منخفضة وعزيمة داخلية منخفضة مثل الواحد اللي بيقولك انا اديني كله ياتا انا شو بيقوله ورقة في مهب الريح لا عندي طاقة انا لوح خشب بالبحر قد دهفشني الامواج ما اللي يعرفان حالك بين بدي روح و بين بدي اجي لا طاقة لي على تغيير لا واقعي ولا حياتي ولا ظروفي ونفس الوقت الظروف الخارجية نعيش في زمن احمق بمتقلب الامواج مثل ما قال عبد الحليم حافظ قدروا احمقوا الخطى صحقتها ماتي خطاه فهي هي احد الشخصيات الموجودة في المجتمع الشخصية التانية بتقولك لأ احنا في عنا الدافع الخارجي عالي بس انا امكانياتي المتواضعة فهم متل واحد عم يقولك انه انا بفتح الفيسبوك بفتح اليوتيوب بفتح السوشال ميديا كل مرة بيطلع لي مقطع فيديو بيطلع لي شغلي بقعد با ضيع وقتي القوة الخارجية هي التي تشدني لحتى تساوي شغلات سواء انا اه ما عندي مخاومة لألة اردتا ولا ما اردتا بدي ما بدي خلاص يكون ماشي حاطب بالي اليوم بصلا بدي ارى كتاب بفتح التلفزيون بلعقي فيلم حلو بعدها عليه اربع خلاص ساعات بفتح انا الانترنت بلاقي كمان شغلي حلو بيبعد عليها راح واتي كله فالقوة الخارجية القوية وامكانياتي ضعيفة في ناس بقولك لا يا اخي انا عندي قوة داخلية عالية جدا والعالم الخارجي مستحيل يأسر عليها هذا متل كتاب سيكريتس واللي انتشر بالعالم انه نحنا بسيكريتس ما في شي بيأثر علينا ونحنا بنحكم بالعالم بحياتنا كله قانون الجذب فهذا دائما بيمفر في وجود مؤثرات خارجية طبعا مارشل جولد سميث انتقد كتير كتاب سيكريت بيقلك نباع منه سبع ملايين نسخة بيحكي لك اسس الناس الذين نجحوا مثلا في محاربة السلطان في وصول ما بالدنيا بس ما بيحكوا لك الناس الذين اخفقوا الواقع بيقلك انك انت في عندك قوة خارجية عالية وعندك عزيمة داخلية عالية وهنا مثل من يلعب الورق الشدة وقت بيفتلك ورق الشدة انت ما تتحكم بالورق اللي حيجيك بس مهارتك باللعب زكاءك باللعب تشغيل راداراتها كيف عما تلعب هاي اللي بتخلي تعطي الفرق فانت هون ما لك ضحية انت هون ما لك انسان ضعيف انت هون ما لك انسان راجع لورا لا انت هون ما لك انسان قادر على ان تصنع مستقبلك مهما تغيرت الظروف يواحد بيقلك عطيني اي حجار رقعة شطرنج انا بكملك ياها وبنتصر لان اوي مهاراته او جداراته او قدراته هاي كان المقطع الاول حتى فان انا عمارة الكتاب تريجرز كل ما بلاقي فكرة حلوة بتشاطرها معكم وهذا الصبح يا اقليق وحييكم من دبي اذا في عنا سؤال على المن وقف كل واحد يعطينا رأيه هل تشعر حالك مسير ولا مخير هل تشعر حالك ضحية للزمن هل تشعر حالك انه الزمن اقوى منك ولا الزمن هو ضعيف وانت ضعيف ولا تشعر انك انت قوي بالزمن ضعيف ولا انت قوي ومهما اشتدت العاصفة بيمكانك تتحكم بالعاصفة بارادتك وخبرتك اكتبونا بالتعليقات حينا نرخش الفكرة ولا لقاء في فيديو ثاني هذا صبح يا اقليق وحييكم من دبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته